الله يسألني عن السمع يسألك عن السمع يلي تسمع الاغاني والله العظيم ما دمر قلوبنا للاغاني واغاني صاخي بباب الناس ما يمشي علي علي الاغاني اخي شيء يا خي ما تخاف من ربي يسلب منك لعمة السمع تكفاني اخواني اللي عند اغاني اترجاكم ابو سديكم الاغاني اجيبوه اتركوه من اليوم والله العظيم ما يخلي نفسك تقيله على الصلاة الا الاغاني ان الاغاني تنبت النفاق في القلب. الاغاني تنبت النفاق في القلب. الاغاني بريد الزنا. الاغاني عقية الشيطان. والله العظيم ما ابالغ لما اقولك ان اول خطوة للتوبة ترك الاغاني. اقسم بالله المغنيين والمغنيات. ما حطوا هذه الاغاني الا يبقون يفسدون قلبي قلبك وفرين استطاعوا. كم من شخص عند الموت تقول لك لا اله الا الله وهو يغني ودد اغاني. هذه اللي يبقى لهم مغنيين. وهذه اللي سألة للمغنيين. اقول توبوا الى الله سبحانه وتعالى كم فتنتم من شباب المسلمين. والله يقول ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمناء ثم لم يتوبوا. فلهم عذاب جهنم. ولهم عذاب الحريق. والله ما ابالغ لما اقول لك يا حبيبي. ان ترك الاغاني اول خطوة في التوبة والرجع لله. هذه امر تقلوبنا. هذه امر تقلوبنا يا شباب تكفون. تهاتف اليوم اتركها لله. يا اخوان لا حد يلوم لا حد ينقد عليه. لما تكلم ارفع صوتي والله ما تكلمت. الا حرقة. والله ما تكلمت الا لما نرى كيف يوصل الله? وكيف يوصل جباب? والله يمدك بالنام تعصيه? وانت ما اكسى حدك. تعصيه والله يطيك الصحة والعافية. وين اخوه من الله? وين حياك من الله? ترانا غار? والله يا غار? والله العظيم قلبي تقطع لما شوه شبابنا على المعاصي والاغاني. والله الذي لا اله الا كم يد من قلب ويعتصر القلب. لما شوه شبابنا في هم وغم. والعلاج موجود. تعال اقبل يا اخي. اقول اليوم فرصة. يمكن ما تكرر. اليوم فص ما تكرر. تعال. تعال يا الغالي اقبل اترك الاغاني. ياسر عنده انسان. لكن ما عمر تكلم في حرام. ما عمر شبك فلان وفلان والله اعطاني اسلوب. اقسم بالله اللي تقول الله اعطاني اسلوب. وتشبك فيه شباب وبنات قادر ربي ان يخص نسانك. اقسم بالله. فانا اقول احترم نعم الله سبحانه وتعالى.